ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تطبق المعايير الدولية الفضلة في كشف وتقصي الحالات المشتبهة للاتجارب الأشخاص التعامل معها من خلال المنظومة الوطنية لحالات الاتجارب الأشخاص واستطاعت أن تنقل ضحايا الاتجارب البشر لتقدم لهم كافة خدمات الرعاية القانونية والصحية ونسقت في هذا مع دول المصدر ومع دول الجوار حتى تستطيع أن تعيد هؤلاء الضحايا أيضا استطعنا معا أن نضع منصة سنوية وهي الملتقى السنوي لجان مكافحة الاتجارب البشر بمنطقة الخليج والدول المجاورة والدول الصديقة استضافته مملكة البحرين في دورته الأولى وتعمل الآن كأمانة عامة له حتى تحرص على أن تبادل الخبرات وتبادل التجارب وتبادل التحديات ووضع أفضل التوصيات والأساليب للتصدي لها يكون بالتنصيق مع المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أيضا أصبح هناك العديد من الصلاة مع دول الجوار والدول ذات التحديات المشتركة ونعمل بالقرب وبالشراكة مع اللجنة الوطنية وهي التنظيم سوق العمل والجهات الأعضاء فيها دائما نحو تطوير هذه الجهود تعلمون أن جريمة الاتجارب البشر هي تحدي كبير وافد إلى المنطقة ويتبدل ويتغير صوره ودروب وطرق ارتكابه ولهذا نعمل مع المملكة أن تستمر هذه الجهود وأن تستمر هذه المنظومة الوطنية في مواجهة التحدي بمملكة البحرين بإذن الله نعم دكتور حاتم كيف تصف تعاون مملكة البحرين إقليميا ودوليا أيضا فيما يتعلق بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهو الأمانة العامة لاتفاقيات الأمم المتحدة في الحقيقة يشرف بشراكته المثمرة التي امتدت عقدا من الضمان مع مملكة البحرين وخاصة اللجنة الوطنية للمكافحة الاتجار بالأشخاص ومن خلالها تمكننا أن نعاون المملكة في تحقيق رغبتها الصادقة في تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة تحدي مكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية ضحايا وعلى هذا الأساس كانت المملكة من أوائل دول المنطقة التي وضعت القوانين واللوائح المتوادية مع معاييرنا ومعايير الأمم المتحدة الدولية وضعت منظومة وطنية للإحالة للتعرف على الحالات المشتبهة للاتجار بالأشخاص من خلال اللجنة وتنسقها ما بين الجهات الأعضاء باللجنة هيئة سوق العمل الشرطة النيابة العامة القضاء حتى حقوق الإنسان ثم أنسأت مركزا متطور وفقا لمعايير الأمم المتحدة لمواجهة هذه التحديات ولرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم الخدمات القانونية لهم وبالهذا استطعت المملكة من خلال شراكتها مع الأمانة العامة الاتفاقية ومن خلال وضعها للنظام القانوني والتشريعي ولتنظيم سوق العمل ولتعاون الجهات الراغبة كلها الأعضاء في اللجنة الوطنية تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة جدا في تقييم الأمم المتحدة وفي كافة التقليمات الدولية ذات الصلة نعم من أبو ضبي الدكتور القاضي حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجرس التعاون كل الشكر لك شكرا لكم شكرا لكم